طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نستكمل إذا سمحتوا الآن لو قيمة D2 تساوي صفر وD3 صفر إذن هذا كله سيصبح صفرا إذن قيمة بيتا وان ستعبر عن ماذا متوسط أجور المدرسين في المنطقة الغربية الآن لو هذا لوحده صفر يعني D3 صفر سيكون متوسط خلينا نقول أجور المدرسين في المنطقة الغربية يعني هذا منعطيه صفر بالأحرى حتى نكون أكثر دقة إذا D3 صفر وD2 واحد D2 واحد شو معناها؟ إن المدرسة موجودة في الشمال فهذا إذا صفر رح يروح كله D2 إذا بعطيها القيمة واحد ضرب بيتا 2 شو بظل عندي بيتا 2 زائد بيتا 1 سيعطيني متوسط الأجور وان في المنطقة الشمالية الآن بالمقابل إذا عوضت هنا محل D2 صفر ومحل D3 واحد شو بظل عندي؟ بيتا 1 زائد بيتا 3 سيعطيني متوسط الأجور وان في المنطقة الجنوبية وإذا عوضنا محل D2 آ هاي حكناها إنه هون صفر وان صفر بظل عندي بيتا 1 القضية الأخرى هسا رح نشوف بالمثال كثير بسيطة المعلمة اللي هون هاي منسميها أحيانا الديفرنشل يعني سلوب يعني الذي يعطيني الفرق إيش يعطيني الفرق؟ الفرق بهذه المنطقة بالأجور بهذه المنطقة مقارنة بماذا؟ بالبنشمارك البنشمارك يعني الأساس أو المعيار أو المقارنة كيف بكل بساطة؟ أول إشي هذا الحكيات لكم عننا يعني الآن إذا عوضنا محل D2 واحد وD3 صفر النتيجة ستكون بيتا 1 زائد بيتا 2 هذا سيعطيني متوسط الأجور في منطقة ماذا؟ الشمال لأنه الشمال اتفقنا أنه D2 واحد الآن إذا عوضت محل D3 واحد فسيكون الجواب بيتا 1 زائد بيتا 3 سيعطيني ماذا؟ متوسط الأجور في الجنوب الآن إذا D3 صفر وD2 صفر إذن هو ليس لا بالجنوب ولا بالشمال سيكون أكيد وين في الغرب اللي هو المقطع بيتا 1 الآن لو نقدر هذا يعني الانحدار رح يعطيني هذه الأرقام خلينا أول إشي خطوة خطوة نشوف يعني هاي الأرقام كيف ننفسرها المعلومات هاي بعدها هذا كالمعتاد هو الستاندرد ارور الستاندرد ارور يعني الجذر التربيعي لتباينات ماذا؟ المقطع والميول هاي إذا بصحة لنسميه يعني فارشل سلوبس وهنا قيمة T T كيف بحصل عليها زي ما بنعرف بقسم التقدير على الستاندرد ارور التقدير على الستاندرد ارور وهنا معطيني ماذا؟ قيم P P value وهنا R square الآن لو إجينا على ماذا؟ على المنطقة الغربية احنا اتفقنا انه الغرب يعني منكون أعطينا الغرب اللي هو البنشمارك آسف فإذا شو بدي أعمل؟ بدي أعوض هون صفر وهون صفر صفر ضرب أي إشي صفر بروح هذا صفر ضرب أي إشي صفر بروح هذا إذا سيكون متوسط الأجور في المدارس الغربية اللي هو قديش؟ ستة وعشرين ألف وان قرناها بس دقيقة إذا سمحتوا قبل ما نشوف الفروقات ستة وعشرين ألف مئة وثمانية وخمسين وان في الغرب فإذا ستة وعشرين مئة وثمانية وخمسين متوسط الأجور وان في المدارس التي تقع في المنطقة الغربية الآن لو عوضنا محل D3 صفر الآن D3 تساوي صفر يعني وD2 تساوي واحد عوض محل D3 تساوي صفر ومحل D2 تساوي واحد فإيش بصير عندي؟ ستة وعشرين مئة وثمانية وخمسين ناقص ألف وسبعمية وأربعة وثلاثين يعني خلينا على الآن الحاسب هيني بحسب ستة وعشرين مئة وثمانية وخمسين بوينت سكس تو ماينس ألف وسبعمية وثلاثين أو أربعة وثلاثين بوينت فور سيفن ثري إذن سيكون متوسط الأجور في المناطق اللي هي الشمالية أربعة وعشرين ألف أربعمية واربعة وعشرين أربعة وعشرين أربعمية واربعة وعشرين اللي هي بيتا وان هات زائد بيتا تو هات طيب الآن لو بدي أشوف بالمنطقة دي ثري اللي هي تعبر عن ماذا؟ عن الجنوب فإذن هذا بخليه صفر وبقول ستة وعشرين ناقص ليش ناقص؟ لأنه هل عندي إشارة ناقص لو كان عندي زائد بقول زائد فإذن ستة وعشرين مئة وثمانية وخمسين بوينت سكس تو ماينس ثري تو سكس فور بوينت سكس وون فايف ويساوي اثنان وعشرين ثمانمية واربعة وعشرين اثنان وعشرين ثمانمية واربعة وعشرين ولاحظوا هاي الأرقام هي نفسها الأرقام اللي حكينا عنها في البداية يعني هو بقول لو أخذنا الأثرجز بدون ما نعمل ريقرشن رح يعطيني هاي الأرقام هي نفس اللي حصلنا عليها قبل شوية فإذن بداية يعني لازم نعرف ما هي المجموعة اللي نسميها البنشمارك وأعرف يعني أحسب المتوسط لقيمة هذا المتغير في كل منطقة طيب الشغلة الثانية لازم نعرفها هس لو جيت أتفرج هنا على هذا المعامل لحاله ماذا سيمثل ألف وسبعمائة واربعة وثلاثين بالماينس تعني أن أجور المعلمين في المناطق الشمالية لأن دي تو يعني تساوي واحد هنا مش تساوي واحد آسف دي تو هي التي تمثل يعني المنطقة الشرقية إذا المنطقة الشمالية إذا أعطيناها واحد أي أن أجور العاملين في المناطق الشمالية إذا قلت الشرقية أنا غلطان في المناطق الشمالية تقل عن نظيرتها في المناطق الغربية اللي هي البنشماركت قديش بهذا الرقم والدليل لما قلت هذا الرقم ناقص هذا الرقم وكنت هنا طبعاً معوض سفر أعطاني الأذرج وين في المناطق الشمالية وكذلك الأمر بالنسبة ل ثري تو سيكس فور فلاحظوا أنا شو بقولنا The main salary of teachers in the west is about 26,158 هذا الرقم من وين جبنا 26,158 عوضنا هون صفر وهون صفر فأعطاني المتوسط للمدارس في المناطق الغربية الآن بقولنا بالمقابل المدارس أو يعني المعلمون في المدارس في المناطق الشمالية أجورهم أقل بـ 1734 Lower by من ماذا؟ من هذا البنشمارك And teachers in the south is lower by 3,265 أما بالنسبة للمعلمين بالجنوب فأجورهم أقل بـ 3,265 وهذه الأرقام كيف حصلنا عليها؟ زي ما حكينا يعني 26 طرحت منها هذا الرقم أعطاني متوسط الأجور وين بالشمال هذا الرقم طرحت منه هذا الرقم أعطاني متوسط الأجور في الجنوب في الساوث طب الآن بقول كيف بدي أتأكد أنه هل هذه الفروقات معنوية أو لا؟ بكل بساطة باجي على قيم P هنا يعني صفر فهي أقل من 5% إذا كنت مختار ألف خمسة بالمية فإذن هنا في عنا significance هنا القيمة كثير كبيرة سواء كانت ألف خمسة بالمية أو واحد بالمية أو عشرة بالمية هنا القيمة صغيرة فإذن يعني الفرق خلينا نقول ما بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية معنوي الفرق هنا معنوي بينما هنا ليس معنوية فلاحظوا شو بقولنا هون How do we know that these mean sellers are statistically different from the mean of sellers of teachers in West بكل بساطة نتفرج على قيم LP الآن هذا الثلاثة وعشرين بالمية is not statistically significant فإذن بقول الفرق شو ماله غير معنوي بينما هنا يعني ثلاث ونصف آسف هاي ثلاث ونصف بالمية تقريبا فهو معنوي إذن ما هو overall conclusion المين سلري of public schools teachers in the West and North East and North Central are about the same بمعنى أنه لا يوجد فرق أنا يعني رفضت الفرضي أو آسف قبلت الفرضية التي تقول ماذا أنه لا يوجد فرق the other is that the mean sellers of public schools in West and North East اللي هو الشمال هون هو يعني مقسمها لNorth East وNorth Central بس نفترض أنها الشمال are about the same لماذا لأننا رفضنا قبلنا الفرضية التي تقول دقيقة بالله بلاش أكون مخربط تحملوني معلاش إحنا الفرضية آش منقول أنه يوجد فروقات لا يوجد فروقات آسف الفرضية بتقول لا يوجد فروقات فقبلناها هون أما هون لا يوجد فروقات رفضناها بمعنى أنه يوجد فروقات نكمل هون and North are about but the mean salary of teachers in the South is statistically is statistically significantly lower by about 3,265 فإذن هون يعني يوجد فرق وهنا لا يوجد فرق إيش اللي يحدد القيمة أو ما الذي يحدد يعني الاستنتاج هو قيمة P الآن في عنا بعض التحذيرات باستخدام dummy variables حكيت لكم عنها إذا كان إذا كان في عنا مثلا المتغير يعني فيه له three categories مناخذ بس ثمتين ولا يجوز إننا ناخذهم الثلاثة بما أنه في عندي مقطع وإلا سنقع بما يسمى يعني dummy variable trap أو trap بصير في عنا perfect collinearity فإذن دائما منوخذ ماذا الكاتيجوريز الموجودة ونطرح منها واحد لاش أحمد عبد بس نشوف زميلك وشو كتب الفرضية هي أنه قيمة الميل يساوي صفر وبالتالي نرفض الفرضية معناها يوجد فرق في الرواتب هيك الفرضية والله أنا تعرف أني حتى مش عارف إذا الفرضية كاتبها ولا أنا اعتمدت على الذاكرة خلينا نتأكد وين قرأتها يا أحمد جوز أنا قرأت بسرعة هو لأنه مهم نكون عارفين ما هي صيغة الفرضية دقيقة شوي كمان مرة before we answer this question as the results is about إذا هذا قبلنا هنا إحنا قبلنا أنه هذا يساوي صفر إذا يساوي صفر إذن لا يوجد فرق مية بالمية وهذا لا يساوي صفر إذن يوجد فرق مضبوط أحمد يعني اللي حكا أحمد بعث لي على الشات مضبوط بي بالمية بتكون الفرضية هون أنه هاي المعلمة نفسها صح أشكرك يعني الفرضية زي الفرضيات المعتادة أنه هل هذا المعامل يعني إحنا نكون إتش نوت أنه هذا المعامل يساوي صفر إذن قبلناها هنا لأنه قيمة بي مالها أكبر من ألفة فإذن لا يوجد فرق لأنه قبلنا أنه هذا يعني قيمته تساوي صفر بينما هنا رفضنا أنه يعني هذه المعلمة تساوي صفر فإذن يوجد فرق شكرا يا أحمد عبد مزبوط مية بالمية فإذا كان في عني مقطع ما بصير أحط جميع الكاتيجوريز للمتغير يعني الدمي هاي يعني من أهم النقاط الآن الكو كيف فسرناهم أنهم بمعنى يعبروا عن الفروقات ولكن وين النقطة المهمة والبسيطة لو أن الانحدار هذا لم يكن به مقطع أول إيش لازم أحط ماذا جميع الكاتيجوريز يعني للشمال والجنوب والغرب وبهيك حالة لاحظوا شو طلعت يعني قيم المتغيرات الآن هذا يعني لو عوضنا هنا أو بدون ما نعوض آسف هنا الستة وعشرين ألف ستعطيني المتوسط في الغرب وبيتا سيعطيني المتوسط في الشمال والبيتا ثري سيعطيني المتوسط الأجور وين في الجنوب فالأرقام هنا أعطانيها جاهزة بدون ما يعني أطرح من البنشمارك البنشمارك هنا الرقم اللي قبل شوية قلت لازم أعوض محل D2 D3 صفر هنا موجود جاهز وهذا الرقم جاهز وهذا الرقم جاهز هذا إيش إن لم يكن عندنا مقطع ب يعني الانحدار هسا بصراحة الدمي variable هذا لسه فيه تفصيلات يعني كثيرة إنه يكون عندي مثلا بعض المتغيرات المستقلة دمي وبعضها ليس دمي بصراحة ما رح أدخل فيهم يعني لضيق الوقت فأنا بهمني بس على الأقل هذا اللي حكيت أن نكون عارفينه من هذا الشابتر الآن بدأ أوقف التسجيل عشان يعني أتشاور معاك أو أسمع رأيك بهالنقطة هايبوز ركور